بسم الله الرحمن الرحيم معكم روب الشبايق صاحب دواني الشبايق النهاردة اعزة اتلمكم عن التدوين وان هو اي حد ممكن احب يدون ممكن يدون ونتكلم كمان عن تجربتي مع التدوين وايه اللي ممكن نعمله بعد التدوين ان شاء الله في البداية اظن الناس كتير اتكلموا وقالوا التدوين ايه هميته ومين ممكن يعمله او الكلام ده كله انا في رأيي الخاص ان التدوين وسيلة من وسائل تسجيل الكلام واللي عنده شك في كده لو دور في المتوسط المكالمات في التريفونات في العالم العربي حاليها عالية فلو بنينا على هذا الاساس ان التدوين في العالم العربي لازم ينجح لان كلنا من الداخل ممكن نحن ندون واعتقد مشيئة لان يكون المستقبل احسن عندي رأي خاص تاني ان احنا كعرب اجدادنا العرب كانوا عمالقة الشعر واصحاب المدونة المعلقات تمام فاعتقد ان احنا بالجينات وبالوراست لو اتخذنا التدوين اعتقد ان احنا بشكل طبيعي جدا يعني هنوصل لدرجات متقدمة فيه تركيزي النهاردة الفكرة انا عايزة ان انهالكوا ان اي حد ممكن يدون يمكن جيرو معي قال حاجة عكس كده بس انا في رأيي ان الكل ممكن ان الكل ممكن يدون والتالي النجاح اللي عملوا تويتر في العالم العربي والناس الكتير اللي بدون بالعربي سبب اي لغة ده بتثبت ان الكل واحد مننا ممكن ان هو يدون كل واحد عنده تجارة وممكن يحكي عنها وانها بتقدم مادة للناس بتطلب انها تقراها او بتسمع عنها وتعرفها بالنسبة للتدوين اهم حاجة موضوع التدوين كله اللي عايز يدون تمام لازم يدون عن حاجة بيحبها لو ما بيحبش الموضوع اللي حتكلم عنه تمام مش هيقدر ان هو يبذى واهم حاجة في التدوين واحد لازم يردي نفسه لا يردي القراء ولا الجمهور ولا 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 لو ما اردتش نفسك تهيألي صعب جدا ان انت تطبع او ان انت تقدم حاجة جديدة محدش قبلك قدمها المشكلة الناس كتيرة في العالم العربي بالذات بدأوا التدوين وبعدين وقفوا او دون مرة او مرتين في شهر والسكت او ما كملش او 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 تمام دي مشكلة لان المدونين اصلا قليلين فلما يبطلوا يدونوا كمان كيف بتتزود المشكلتنا في قعدة على المهنة ان الواحد لو الزم نفسه ان يعمل اي نشاط او اي حاجة لمدة 30 يوم كل يوم بعدها بتبقى عادة طبيعية ما بيحتاجش ان هو يجتهد او ان هو يطعب نفسه عشان يعملها تمام دايما السؤال ده بتسأله اكتب عن ايه او في ايه او ايه الموضوع الجاي او ايه الاجندة بتاعتي انا بقول لهم ان بقى لي خمس سنين بدون والحد النهاردة مش عارف المدونة الجاي حيبقى ايه الموضوع اللي جاي حيبقى ايه انا بكتب باخد التعليقات الناس ردود الافعال بتاعتهم في موضوع بيطلع بيبقى لأهمية كبيرة وبعدها بكتب عنه وهكذا بيضور على مدى خمس سنين ما رتبتش ان انا حكتب كمان شهر او شهرين او تلاتة عن حاجة معينة بالعكس واحد بيصيب تعليق بيطرح فكرة بيكمل واحد بيقرف مدونات عربية تانية فبيبدأ هو التسلسل الافكار يجي وجهة نظري برضو ان في ميزة كبيرة جدا عن التدوين عن الصحافة اي حد ممكن يكتب مقالة وتتنشر في اي جريدة في اي منشور اي شيء لكن عمره ما هيعرف رأي الناس فيها او الناس فيهموها ولا لا او 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 اللي بيقدموا التدوين ان انت بتحط المقالة الصبح ممكن بعد خمس دقايق تلاقي كومنت تلع او تعليق اتنشر ومسلا بيقولك نقطة مش مصبوطة او في فقرة مفهمهاش او في معلومة انت حطتها ومس صح او مش دقيقة او في احدث منها تمام الدايبة دي او الخبرة دي بتساعد باحد مننا ان هو يبقى اكتر خبرة في التدوين دي ما تلاقيهاش في الصحافة الصحافة بتنشر المقالة تمام وممكن يجي لك بعد كده سايبي الايميل او 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 بعدها بشهر بشهرين لكن التدوين اللي هي التعليقات بيجي لك او في ساعتها تمام تصليح المعلومات دي نقطة مهمة جدا انا ممكن اعمل البحث بتاعي واوصل لمعلومات بس في حد تاني بيكون عنده معلومات اكتر او خبرة فعلية اكتر بيصحح لي المعلومة او بيكمل التجربة ودي في رأيي من ضمن اهم المزايا اللي في التدوين السؤال التاني برضو اللي تواصل لي اللي بتسأله دوننا وكتبنا الخطوة اللي بعدها تبقى ايه الفكرة ببساطة وده عرأيي خاص يعني وعن تجربة تمام لما بتبدأ تعمل مدونة على مر السنين بتعرف اكتر المقالات اللي جابت تعليقات اكتر المقالات اللي انتشرت اللي لها اهمية بتبدأ تعرف الناس عرف ايه والناس بتطلب منك القراء بيطلبوا منك بعدها بتقدر انت تجمع المقالات دي وتحطها مع بعض في كتاب انا بدأت في الفين وخمسة يعني محاولات يعني مجهودات فردية في الفين واربعة بعدين مشاكل افضل انتظام في الفين وخمسة بدأت عن طريق المواقع الخاص الشخصية بعدها عن طريق المدونات او التدوين وبدأت مع بلوك سبوت ونقلت دلوقتي على الانطاق تبعي او الشبايك توتكم اللي انا وصلت له ان انا بجمع المقالات وبحطها مع بعض في كتاب في حاجة اسمها البرينت او التباع عند الطلب تمام باختصار باختصار شديد دي خدمة على الانترنت موقع ضمن الموقع اللي انا جربتها اللي هو لولو بتجمع المقالاتك بتحطها مع بعض بشكل معين بترفحها على الموقع بعد كده بتعلن عنها بيدخل اي حد عايز يشتري كتابك الموقع بياخد الملفات اللي انت رفعتها ويجمع حاوية بحها ويبعثها للمشتري الفكرة انه هو يعني وفي نفس الوقت اللي هو المتجر الالكتروني او الكترونيك ستور دوت الكتابي الرابع بعد ما عملت خمس كتب من حمد الان حاضر النهاردة الكتاب ده انا مفاره للتنزيل اللي عايز ينزله ممكن ينزله فور فري بدون اي مقابل عايز ينزله بي دي اف عايز يشتريه من موقع لولو تمام هو موقع في امريكا فكرة اللي انا بادعو الناس دايما وزور المدونة عندي النهضة بشكل عام قامت على نشر الكتب نشر الافكار الابداع لو ما فيش توفير للابداع وللكتب مش هنشوف اي نهضة الكل عايز يعمل نهضة عربية تمام كل بيعتمد على الحكومة تعمل الحكومة تسوي لا احنا ممكن نعمل احنا نفسينا ممكن نعمل اي حاجة احنا ممكن كلنا نكتب وممكن نوفر الكتب انا رديت مرة على واحد قال لي ما يعني ايه اللي يعمله لو محدش ارى كتابه انا بقلتله انا يا كفيني ان انا مشيقتي لا لما اكبر وعد مع حفيدي اواري له الكتاب اللي انا كتبته واللي انا نشرته انا مش عايز حتى نقرأ بس بيكفيني دي قوي ان انا عملت حاجة صوت حاجة اي حد ممكن ان هو ينشر كتابه تمام مين حيارة كتابك دي قضية فكر فيها بعدين الاول انشره امسكه في ايدك انا في رأيي ان كل مؤلف كتاب بيعتبر كل كتاب زي ولد من ولاده تمام لما بتمسك كتابك لما بتشوفه تمام بتبقى فرحة ملهاش اي مثيل بسبب التدوين بعد فضل الله عز وجل تمام انا نعنشرت اه ترجمة عربية الفن الحرب تمام وجالي ناشر من مصر ونشر كتابي كتابي منشور انا عملتش حاجة غير ان انا دونت لا يعني لا اعرف الشيء دار النشر او او كده وبفضل الله تعالى ناس كتيرة شايفة اني ترجمة الفن الحرب مستواها كويس ده برضو اعتمدت فيه على مساعدة ناس كتيرة جدا من الزر الموقع ناس ساعدوني في تصحيح الاخطاء ناس قالولي فيه فقرة مش واضحة وضحنة فيه ناس ضفولي معلومات فيه ناس قالولي روح دور في كذا موقع كذا حديد معلومات اكتر كل ده يعني انا بدأت الواحدي بس من مساعدة الزوار الموقع دي من ضمن فوائد التدوين من ارجو ان انتو ما فيه فيه نقطة مهمة جدا في العالم العربي وطبعا كل اللي دون عنا منها احترام الحوى الملكية الفكرية بمعنى انا مسلا عشان اعمل تدوينة او بوست بتكلفني من ساعتين لتلات ساعات عمال بفكر ودور واتأكد ان كل معلومة صح وحط لي روابط وابا بمنتهى السهولة ييجي واحد يعمل قص ولزق يحطها في منتدى طبعا تلاقي كله مشكور وما جسرت وما طولت وابا بتاع اللي هيحصل في الاخر لما حلاقي انا ان المقالاتي بتتاخد والراجل بيتعب نفسه انه ياخد كل التكست مع ده اسمي مع ده اللينك لو في ده الموضوع ده يتكرر انا حبطل اكتب اكتب ليه ما يا خلاص ما كله بيتنقل ده اللي حيموت اي نهضة احنا عايزين نعملها لو عايزين نحسن العالم العربي لازم نحترم الحقوق تمام لازم ننسب الفضل للاهل وده من الدين ده من الاسلام تمام حقوق الملكية الفكرية لو عايز تنقل ممكن تاخد فقرة وقبلها تقول انا بنقل من فلاني لفلاني ودي اهم حاجة في فقرته وانصحكو تقرؤ تمام يا سيدي عايز تنقل ابعتلي ايميل ابعتلي رسالة انا ما برفضش بس انا بقونادي دايما باحترام الملكية الفكرية لازم نقلت حاجة من حد لازم اقول اسمه لازم اشكره لكن انا انقل ومبدون اي حاجة خالص بتقليش ان فيه اي خير ممكن يحصل من النقطة دي ودي نقطة ياريت ياريت كلنا اهتمي بها الخلاصة اللي عايز اوصلها لكم النهاردة مشيقتي الله اي واحد في القاعة هنا التدوين مش ان انت تكتب الف كلمة او الفين كلمة انت ممكن تكتب جملة بتعني كتير بيقولوا الصورة بتغني عن الف كلمة تمام المحتوى العربي على الانترنت قليل لو قعدنا نشتكي ونظور الحكومة اثرت وقعا مش هنوصل لحاجة لو كل واحد ابتدى بنفسه وكتب تمام اي حاجة ممكن تقول ان رؤوف شباك تلع تكلم واجه على دماغنا ومفيش منه فايدة وانا ممكن اقول احسن منه قلها تمام التدوين او المحتوى العربي يعني انتات مش هيزيد الا بالمجهودات الفردية لو عادنا نعتمد على الحكومات مش هنوصل لحاجة كل ممكن يدون انت ممكن تكتب جملتين تلاتة توفر على واحد معلومة كان حيدور عليها السانتين تلاتة على ما يعرفها تمام الكل ممكن يدون ممكن كلنا نضيف معلومة لبعض وكلنا ممكن نساعد بعض ان احنا نتحسن وتقدم ما نستناش حد نبدأ بنفسنا دي رسالتي ليكو ارغنانا وقولوا السلطان نهاردة اشكركم جدا اشتركوا في القناة